بعث نائب وزير الإسكان سيد إسماعيل فرص التعاون مع شركة هولندية رائدة في تنفيذ محطات المياه والصرف ذات الطاقات الصغرى وأعرب ممثلوء الشركة الهولندية عن اهتمامهم بالمشاركة في تنفيذ محطات معالجة الصرف الصحي ذات الطاقات الاستعبية الصغيرة وتنمتها في مصر ضمن البرنامج الرئاسي حياة كريمة نقش الطرفان الأفكار المطروحة من الشركة وكيفية الاستفادة من الخبرات الهولندية في المشروعات المخططة تنفيذها مستقبلا وبالأخص منها في مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتنفيذ محطات مياه الشرب والصرف الصحي ذات الطاقات الصغيرة والتي تتناسب مع التجمعات السكانية الصغيرة بالقرى والتوابع في مختلف المحافظات